طيب تعال نشوف الرئيس كيف يرى أسس وقيم الجمهورية الجديدة الأسس اللي وضحها الرئيس بمنتهى الجلاء أنها تبنى على سابقتها ولا تهدمها وأنها بتقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحميته واستواقع دولي وإقليمي بتتزايد تعقيداته وابطراباته بشكل فعلا غير مسبوك لم يشهد المجتمع الدولي هذا الكم من التوتر في كل مكان زمان كنا نشوف مثلا التوتر عندنا في المنطقة العربية وكانت أوروبا تلاقيها مستقرة هادئة بصرف النظر عن اتفاقك مع أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية مش دا الموضوع هادئة مستقرة آمنة فلا تجد توترا مثلا في وسط آسيا لا تجد توترا في الأمريكا هو تبقى التوتر عندنا طيب ولو حصل توتر في الأمريكا في أمريكا الجنوبية تلاقي الدنيا عندنا بدأت تهدى شوية لكن المرة دي أنت بتشوف التوتر حتى في أكتر المجتمعات استقرارا بالحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال وفي نفس الوقت عندنا في المنطقة العربية وفي نفس الوقت تلاقي في وسط آسيا وفي نفس الوقت تلاقي التوتر اللي ما بين الصين وما بين تايوان والتغطر اللي ما بين نصير الولايات المتحدة الأمريكية العالم بيغلي وده اللي كان بيتكلم في الرئيس أنا عايزكوا تسمعوا المقطع القادم وتركزوا فيه جدا لأنه الرئيس هيتكلم فيه على الجمهورية الجديدة نتيجة لإيه خد بالك الجمهورية الجديدة دي هي نتيجة طبيعية لشيء ما كبير أنا عايزك تسمع الرئيس هيستخدم أنه مصطلحات بعد إذنك ونرجع نكمل الكلام شعب مصر الأبي إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف إليها ولا تنتقس منها تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته واستواقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ويحدث الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغيير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا إن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات أدرك الميسيونة خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعنى عليه شفت بقى؟ إن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر ده نمرة واحد وده صحيح من الصعاب والتحديات الكتير اللي احنا مررنا بها كلنا فاهمين حجم الصعاب والتحديات اللي مررنا بها بدء من 2011 وصولا لـ 14 بنبني جمهورياتنا الجديدة على أسس لا تهدم السابق ده كلام الرئيس ولكن كانت الصعاب والتحديات الرئيس هنا بقى لم يشير فقط وإنما كان واضحا في كلامه إدراك المصريين إدراك المصريين خلال المراحل دي وتأكد كل مصري بعين اليقين على حد استخدام الرئيس لكلماته أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعل عليه الرئيس اتكلم عن التطوير والتحديات الاجتماعي والاقتصادي إنه ضرورة للحياة وللمستقبل ومش طرف ومش رفاهية طيب تعالا هروح لك على حتة جميلة جدا جدا شوف يا سيدي رئيس إذا أنا فتح الكلمة بتاعة الرئيس قد ده بص يا سيدي آه قال تحمل الكثير تحمل الكثير بكلام نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة ونطمئنكم أن الدولة تبدل أقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات أبناء الشعب نطمئنكم أن جميع الأصوات الجادة مسموعة